ما ظهرش ان هو عنصري. مش قد قطعك والله. بس زكرتني. يعني هم مش هيدو ان الجاز احسن بك اه ريت في 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 2017 وجاء 2018. ما بتتعملش اللي في مصر الحاجات دي. هي دي الفرقات بين الاستفتاء والاستهبال. الاستهبالات بتاعتنا دي حاجة تانية خالص. لكن الاستفتاءات الحقيقية الموضعية. ياخد ان الجازة ما ياخد واستحق. بس ياخدها في في مساحتها. وفي وقعيتها. لكن ان انت جاي تجيب لي واحد. ما لعبش في 2017. تدي له افضل لعب في 2017. هذه يعني شيء لم. هي هي دي كشفة بس. يعني يعني ربنا حطاها. انا متأكد في التاريخ ما حصلتش. دي نكتة. لكن اولا دي دقة الاستفتاءات. اللي انا بتمنى ناخد منها الدرس. انه اتحاد الكرة المصري. او الشركة الراعية. شركة بريزنتيشن الراعي للكرة المصرية. احنا ليه ما يبقاش عندنا استفتاء محترم حقيقي بهذه الدقة. ليه لا يستفتاء كل لعب الدوري في نهايته بتصويت مغلق عن افضل اللعب في الموسم. فقط. افضل اللعب في الموسم. مسيبكوا بقى من التجزاء احسن باكش يمين واحسن باكش مال. ونراضي دا ونراضي دا وندي دا للازمالك. عملوا تشكيل المسال للموسم. ماشي. لا بس انا انا بتكلم. لعب العام. لعب العام يستفتك كل لعبة الاندية المشاركة. في تصويت حتى لو صندوق مقفول. النهاردة لجنة الاستفتاء موجودة في النادي الاهلي. كل لعيب من النادي الاهلي. مع نفسه يكتب في وراء مين احسن لعب ويحطها في السندوق. بدون اسم. بدون اسمه. وتلف على بقية الاندية. وفي الاخر يتقال لعبة الدوري الممتاز اختاروا فلان الفلان الاحسن لعب. هي كده نفس السيستا. هو دا العدل. بس.